كينان كينان انت لسه ما نميت راح نعم قلتي لي انو الحلق بالخزنة ايه موجود عندك لا وينو انا متأكدة اني حطيت الحلق بالخزنة واليوم الصباح شفته وين راح يروح يعني ولا لكون حطيته بمكان تاني ما عم تتذكر ما عم تتذكري وين حطيتي حلق حقه عشرة هلاف دولار ايه ما عم تتذكر ابنوب لسه في شي تاني ايه يلي قالته هديك البنت ويلي قاله عاكف بانه خلاهن يصنعوا نفس الحلق في شي بي هالقصص مو مريحني ابدا سوزان والله يا كينان انا عقلي ما عم يشتغل متل عقلك لهيك ما عم افهم شي اللي عم تقوله فلا تواخذني حكيلي في شي بينك وبين عاكف شو يا ترى انت مستوعبي اللي عم تتهمني في يا كينان ولا لا تكون ما بتسق فيني ليش عم تضحك انا شايف انو حضرتك انسيتي اللي سواتي قبل الزواج لا تحكي بهديك القصة رجعت عن نفس الموضوع ايه حضرتك حملتي من شخص ما بتعرفي ولا بتعرفي شي عنه ايه بعتقد الشي ما بيخصك ابدا كيف يعني ما بيخصني كنتي الي لا ما كنت اليك بابا كان عم يحاولي بيعني اليك وانا ما كان عندي اي خبر عن الموضوع ابدا يعني تزوجتيني غصبا عنك وجحت سلاع على راسك اه شو ساويت لا كينان انا تزوجتك بقيراتي وبرغبتي نحنا حكينا بكل الامور وحلاناها وبالنسبة لي ما عندي ولاد غير بنتي هاركة بس انتو شو ساويتوا فيني اتفقت انت وابي علي واخدت وقتا ابني من بين ايدي هلا قلني كينان انا لها اليوم هاد سألتك ولو مرة واحدة وين هو ابني يا ترى او انتو شو ساويتوا فيه انا ما ساوتشي لابنك بس انت ما كان بدك يا يعيش ايه ما بدي يا يعيش لا تصرخ هلا اهركة بتسمع انا رح اسألك لاخر مرة سوزان في شي بينك وبين عاكف وانت عم تخبي عني ما في شي بنوب اساسا اذا بتكوني مع شخص وقح وما نمثقف مثله كنت استغربت اخي بترجعك تركه انت شو عم تساوي استنى شوي انا لزقت ومنيح لا تلبسه لحتى ينشف تمام انا اسف اخي طرفت بغباء سامحني ليش عمر ممكن انت عم تصرخ وتقول انه راتبي ما بيساوي شي انا اسف اخي سامحني بعرف انك عم تتعب كتير وانا خطر لي اني ممكن ساعدك شوي انا اتعب ليش فيه بحياتي اهم منكم يا اخي اذا ما عنقصكم من مشاكلكم وما كنت الدولة داكم كيف بكون اخوكم الكبير فاهمني طلع فيني اوعى كتساوي ايا شي بسر وتخبي عني لا اخي ابدا ما عاد ساوي بس بتعرف اذا بتساوي ايا مرة تانية ساعتا انا رح كسر لك رأسك مفهوم والله ما عاد عيدا ما عاد خجلك ابدا طيب نشوف بس بتعرف بدي احكي لك شي تاني في مشكلة تانية؟ لا مو مشكلة لا تقلم انا عم فكر اترك المدرسة واشتغل مثلك وهيك بساعدك بالمصروف شو رأيك بهالشي؟ نحنا شو اتفقنا؟ انت عندك مهمة واحدة وهي انك تروح المدرسة وتخلص دراسة وانت هنا بشتغل بعد المدرسة بدرس و بشتغل ما بيصير هيك؟ بس بعد ما تخلص واش باتك ها ماشي لا تقلق ما بهمل شي تمام اتفقنا؟ اتفقنا يلا خلينا نفوت النام ترجمة نانسي قنقر